العوض بييجي في أربع صور الصورة الأولانية أن ربنا سبحانه وتعالى لو خاد حاجة من الدنيا من إيدينا ممكن يدينا بديل لها أحسن أما النوع الثاني من العوض فإن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك الفهم للعطية اللي جوه البلية فلما يحصلك أزمة في الدنيا وربنا يفهمك العطية اللي جواها ده كافي ليك وكأن العطية لما فهمناها جوه البلية قلنا الحمد لله إن ده اللي حصل فكان العوض هو الفهم أما النوع الثالث من العوض هو أن ربنا سبحانه وتعالى وإن أبقى المشكلة يخففها من على كتافك بإعطاءك نعم تانية أو انشغالات تانية أو يقذف في قلبك الزهد تجاه حل المشكلة دي وكأن يقذف في القلب معنا كان هو العوض رغم بقاء المشكلة خلى المشكلة خفيفة عن الكتاف قوي أما النوع الرابع من العوض فهو العوض بالله سبحانه وتعالى إن البني آدم يتملي قلبه بالاستغناء فقط بوجود ربنا في حياته وكفى بالله شهيدا شهيدا يعني حاضر فذو الأربع أنواع